من خيار أهل الأرض يومئذ فيخرج إليهم جيش من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا أي للقتال إذا استعد الفريقان والجيشان للنزال وللمقاتلة وللتلاحم ولبدء المعركة الفاصلة الحاسمة قالت الروم هكذا يقول الصادق قالت الروم أي للمسلمين خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم إهدى ما معنى هذا خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وفي هذه الكلمات النبوية دليل على أن كثيرا من أهل الروم من الأوروبيين والأمريكيين بلغة العصر سيسلمون لله تبارك وتعالى ويؤمنون به ويؤمنون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وينضمون إلى صفوف المسلمين ويقاتلون مع المسلمين أنهم صاروا منهم تنبر حتى لا تملأ قلبك بالهزيمة لترفع رأسك لتعانق رأسك كواكب الجوزاء أن الجولة القادمة بالتفصيل النبوي ستكون لدين محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكم وددت أن أبين بالتفصيل كيف يكون التمكين لدين رسول الله والحمد لله الذي قدر لنا أن أتطرق لأحداث النهاية لأبين لحضراتكم هذه الجزئيات التي أفكر فيها الآن كثير من إخواني وأخواتي مع هذا الواقع النازف والأشلاء الممزقة للمسلمين في أنحاء الأرض بل ولهذه الحملة الإعلامية من غير المسلمين بل من رؤوس كبيرة من غير المسلمين تتطاول الآن على الإسلام وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتساءل كثير من إخواننا وأخواتنا كيف يمكن لهذا الدين ومتى وكيف ينصر هذا الدين والكل يحترق قلبه يريد أن يرى بعينه بشائر النص ويريد أن يسمع بأذنه أخبار النصر والتمكين الله جل وعلا لا يعجل لعجلة أحد وليس أحد أغير على الدين وأهله من الله تبارك وتعالى وليس أحد أغير على الحق وأهله من الله تبارك وتعالى وليس أحد أرحم بالمستضعفين من الذين يقتلون وتسفح دماؤهم وتمزق أشلاؤهم من الرحمن الرحيم تبارك وتعالى لا الله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها ولو غابت عن الحكم أيها الأخوة والأخوات فلا تغيب أبدا عن أحكم الحاكمين جل جلاله أخي الحبيب كيف تنسب لنفسك الحكمة في عطائك وفي منعك بل في أي فعل تفعله وتنفي الحكمة عمن وهبك الحكمة وعمن وهب الحكماء في الأرض الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد يؤتي خيرا كثيرا معلش معلش ارجع معي تاني ما تزعلش ارجع الحديث أنا عارف أن أنت مجدود عاوز تعرف إيه الحكاية إيه القصة كيف يمكن لهذا الدين ارجع شوف كلام النبي عليه الصلاة لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم ها عيش معي بقى وركز أوي لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق عرفت الأعماق فين ها في قلب الشام في قلب بلاد الشام بهم أهل الشام في رباط إلى يوم القيامة وهذه الأرض التي ستحدث عليها الملاحم والمعارك الكبرى بين يدي الساعة كما سأبين إن شاء الله تعالى لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فإذا تصافوا أي للقتال فيخرجوا إليهم يومئذ جيش من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا للقتال قالت الروم أي للمسلمين خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا يعني أخرجوا لنا هؤلاء الذين هم من الروم ابتداءا ولكن الله شرح صدرهم للإسلام انتهاءا فانضموا لصفوف المسلمين بفضل الله جل وعلا خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فأقول المسلمون لا والله لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا خلاص أسلموا الله تبارك وتعالى لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا قال صلى الله عليه وسلم فيقاتلونهم يبدأ القتال شايف الوصف الدقيق النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا لا حول ولا قوة إلا بالله أول ثلث في الجيش الإسلامي يهزم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ليه ليه ده في القتال مشاعلين السيوف أو الأسلحة على تفصيل سأبينه إن شاء الله تعالى ليه لا يتوب الله عليهم أبدا ليه آه ثبت في رواية أخرى في صحيحة مسلم سأذكرها الآن إن شاء الله تعالى أن هذا الثلث من الجيش قد ارتد ولا حول ولا قطع إلا بالله أمام الفتنة ارتد نكص على عقبيه وترك الدين بالكلية ولذلك قال سيد البشرية فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ردة نسأل الله أن يثبت قلوبنا وإياكم على الحق والدين حتى نلقاه إنه ولي ذلك ولذلك أوعى تتمنى لقاء العدو لا تتمنوا لقاء العدو لا تتمنى أن تفتح صدرك الفتن وأنت تقول لا أنا أكبر من أن أبتلى بفتنة تؤثر في قلب لا 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 لأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر لأنك لا تدري في وقت الابتلاء هل ستصبر أم ستنكص على عقبيه لا تدري إذا قابلت العدو أنك ستثبت أم ستنكص على عقبيك ولذلك قال الصادق لا تتمنوا لقاء العدو لكن إن قدر الله عز وجل اللقاء فاثبتوا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إلى آخر الآيات فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ده التلت الأول في الجيش الإسلامي في المعركة الفاصلة الحاسمة الأخيرة دي طيب التلت التاني قال الصادق صلى الله عليه وسلم ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله يا الله ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله خلي بالك الشهدة دي لها أصفياء الذي يموت شهيدا شهيدا لأنه ليس كل من سقط في الميدان شهيدا خلي بالك من دي ليس كل من مات في أرض المعارك يعد عند الله تبارك تعالى من الشهداء لا بل قد يقتل في الميدان وهو من أهل النيران إيه ده بتقول إعم الشيخ بقول لحضرتك قد يقتل في الميدان وهو عند الله من أهل النيران لأن الأعمال بالنيات قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ما لش حاجة يعني له في الدنيا ما أراد هو يريد أن يكون بطل يريد أن يكون جريء أن يريد أن يكون شجاعا يريد أن تشر إليه وكلات الأنباء ووسائل الإعلام يريد أن يصور هنا أو هناك أو هناك خلاص هذا ما يريده وقد أخذه في الدنيا لكن لا شيء له عند الله تبارك تعالى في الآخرة لقد قال الصحابة رضوان الله عليهم والحديث في البخاري ومسلم أشاروا إلى رجل يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة قالوا يا رسول الله ما أبلى اليوم أحد مثل ما أبلى فلان لا يدع شاذة ولا فاذة في العدو إلا تبعها فضربها بسيفه ده رجل بطل ده فارس مغوار قال النبي المختار هو في النار يا رب سلم شيء للسيف بيقتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صفوف الموحدين يحكم عليه الصادق الذي لا انطق عن الهوى بهذا الحكم الخطير هو في النار مش ممكن قال أحد الصحابة أنا أتيكم بخبره لازم أشوف إيه القصة دي فاتق